شايف الخاتمة رجل من الأفاضل كان يعمل مؤذنا لله عز وجل فهو من الثراء بمكان في عصرنا هذا لا أتكلم عن عصر الصحابة ولا عن عصر التابعين في زمننا هذا يؤذن ابتغاء وجه الله لا يريد جزاء ولا شكور ورجو ثري وسع الله عليه وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش كل ما يبكيه أنه حرم من الأذان في آخر الأيام وفي اليوم الذي قدر الله عليه الوفاة يبكي لربه جل في علاه ويقول يا رب يا رب أي ذنب هذا الذي ارتكبته لأتوب إليك منه أي ذنب هذا الذي حرمني من الأذان في آخر اللحظات لأتوب إليك منه يا رب لا تحرمني بذنوبي من هذا الأذان الذي تعلق به قلبي والذي طالما حرست عليه طوال حياتي لا تحرمني منه بذنوبي في آخر لحظات حياتي وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات فسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته فبكى فبكى وهو في الفراش لا يقدر على القيام ولا على الحركة ولا على الخروج وإذ به يقوم ويكف على السرير الذي ينام عليه ويكج إلى قبله ويرفع الأذان في بيته الله أكبر الله أكبر إلى آخره إلى أن وصل إلى قوله لا إله إلا الله وسقط على الفراش فأصرع إليه آل وأولاده فهجدوا روحه قد خرجت ما لا إله إلا الله يا لها من خواتين يا لها من خواتين قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتين إنما الأعمال بالخواتين أرب استرنا ولا تنضحنا الله العظيم له بالمنظرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات